السلام عليكم ورحمة الله طلاب الفرقة الاولى كلية التجارة جامعة المنوفية في مقرر دراسات كمية وتطبيقات الحاسب الالي بشكل مختصر احنا في المحاضرة الاولى قدمنا للبرمجة الرياضية وقدمنا للتعريفات العامة وانواع البرمجة الرياضية وقدمنا كيفية صياغة اي مشكلة في صورة البرمجة الخطية كنوع خاص من البرمجة الرياضية تكلمنا على البرمجة الخطية وكيفية صياغة اي مشكلات في صورة البرمجة الخطية وقلنا كده ان اول خطوات الحل لاي مشكلة صياغتها في شكل البرمجة الخطية صياغة المشكلة في شكل البرمجة الخطية قلنا فيه تلات اجزاء مهمين جدا اول نقطة قبل ما تضع صورة البرمجة الخطية هي تحديد المتغيرات القرارية وترمزها برموز سواء كان سين واقسين أو صاد أو عين أو أيا كانت الرموز المستخدمة بمجرد تحديد المتغيرات القرارية نبدأ في صياغة دالة الهدف ثم بشرط أن القيود الهيكلية ثم قيود عدم السلبية النهاردة إن شاء الله نتكلم في محاضرتنا على كيفية حل البرمجة الخطية بيانية يبقى عندي البرمجة الخطية سواء كنت حقوم بصياغتها أو البرمجة الخطية جاهزة الصياغة أنا عايز أتكلم في الخطوة رقم اتنين كيفية الحل يبقى الحل عندي نوعين زي ما قلنا في المحاضرة الأخيرة الحل البياني والحل الجبري فإحنا في محاضرتنا النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حل البرمجة الخطية بيانيا ومن هنا يأتي عنوان المحاضرة طيب قبل ما أقدم أي مثال حواريكم كده الأول دي خطوات الحل البياني حرجع عليها سريعا لكن دي قدامي مشكلة دي مشكلة برمجة الخطية جاهزة الصياغة مكتوب كده فوق متغيرات القرارية أهي حدد قيام سين واحد وسين اتنين أي أن سين واحد وسين اتنين هي المتغيرات القرارية التي تجعل الدالة التالية ونقص بها دالة الهدف دال سين بتساوي ستة سين واحد زائد عشرة سين اتنين نهاية عظمة بشرط أن سبعة سين واحد زائد ستة سين اتنين أقل من أو يساوي أربعة وتمانين ده القيد الهيكالي الأول اتنين سين واحد زائد أربعة سين اتنين أقل من أو يساوي أربعين وده القيد الهيكالي الثاني القيد الهيكالي الثالث والأخير سين واحد أقل من أو يساوي عشرة آخر قيد وده بنسميها القيود عدم اللاسلبية سين واحد وسين اتنين أكبر من أوساو صفر لضمان منطقية الحال المثال ده الحقيقي موجود في الكتاب من صفحة 38 إلى صفحة 42 يعني لو سمحت لو عايز الحل التفصيلي بالشروحات الكاملة موجود في الكتاب من صفحة 38 إلى 42 هحلي معكم المثال ده الملاحظ هنا أن دالت الهدف مطلوب تعظيمها نهاية عظمة وفي عندي شروط كل الشروط لو خدت بالك لها كلها إيه أقل من أوساوي وعندي قيود عدم اللاسلبية هي أكبر من أوساوي هنرجع حالا دلوقتي نلخص كل خطوات الحل البياني ثم نعود إلى التطبيق الحل خطوة خطوة من مزايا الحل البياني أن خطوات عامة أيا كانت المشكلة سواء كانت مشكلة نهاية عظمة أو نهاية صغر هنرجع للنقطة دي بتاعة نزايا وعيوب الحل البياني إن شاء الله بعد ما نخلص الحل البياني وقبل ما نبدأ الحل الجبري وحنعود لها مرة أخرى عند المقارنة بين الحل البياني والحل الجبري لكن خليك عارف دايما الحل البياني بيحاول يبسط لنا المشكلات ويفهمنا كيفية الحلول أما واقعيا في الأغلب لا يمكن الاعتماد على الحل البياني ولاحقا إن شاء الله سوف نتحدث عن هذه النقطة لماذا لا يمكن استخدام الحل البياني في أغلب المشكلات الواقعية طيب لكن مهم جدا الحل البياني فيه يساعدني كطالب إن أنا أفهم كيفية حل مشكلة البرمجة الخطية نرجع كده إيه هي خطوات الحل البياني الحقيقة ممكن نلخصهم في أربع خطوات طبعا زي ما قلت لكم في التطبيق كل إنسان يبقى ليه طريقته أنا الحقيقة بلخص الكلام ده في أربع خطوات ممكن تمشي كل خطوة خطوة أو أكثر من خطوة في نفس الوقت أول خطوة في خطوات الحل البياني إن إحنا هنحول كل المتباينات إلى معادلات سواء كانت في القيود الهيكلية أو قيود عدم السلبية يبقى أي قيد وعبارة عن متباينة مؤقتا هنحوله إلى معادلة وحنرجع بعد كده نشوف إزاي نرجعه على الرسم البياني متباينة مرة أخرى الخطوة الثانية هنحاول نرسم المعادلات نحولنا المتباينات إلى معادلات فهنحاول نرسم المعادلات على الرسم البياني عشان نرسم المعادلات على الرسم البياني في الخطوة الثانية هنجيب لكل معادلة هنجيب لها نقطتين ليه؟ لأن ده معادلات خطية احنا بنقول البرمجة الخطية أي أن المتباينات والمعادلات كلها في صورة خطية معروف عشان ترسم أي معادلة أو متباينة خطية محتاج على الأقل نقطتين فأي مسألة لو أنت شغال على سين واحد وسين اثنين فعشان ترسم أي معادلة فيها سين واحد وسين اثنين فأنت الحقيقة محتاج أنك تجيب نقطتين لكل معادلة بشكل مختصر أنا ببسط لكم هنا بقول لك ممكن تضع قيمة سين واحد بصفر ومن خلالها توجد قيمة سين اثنين ثم تضع قيمة سين اثنين بصفر ثم توجد قيمة سين واحد هنا ده مقترح من عندي للتبسيط لكن مطلوب منك لكل معادلة إيجاد نقطتين بأي طريقة تجدها مناسبة للخطوة رقم اثنين بمجرد ما حولت المتباينات إلى معادلات وكل معادلة جبت لها نقطتين هنا الخطوة رقم الثلاثة المنطقية جدا أنك تعمل إيه؟ ترسم المعادلات ثم تضلل لكي يكون المعادلة متباينا يعني نرسم الأول المعادلة وبعدين حنقوم بعملية التضليل فلما حنظلل حنبقى هنا رسمنا المتباينات ثم نجد منطقة التقاطعات ما بين كل المتباينات دي حنسميها منطقة الحل الخطوة رقم اربعة بعد ما جبت منطقة التقاطعات اللي هي منطقة الحل فيه هنا النظرية بتقول أنه نقاط التقاطع لمنطقة الحل بها الحل الأمثل بها نقطة بتعظم دالة الهدف وفي نفس الوقت بها نقطة بتصغر أو بتقلل دالة الهدف يبقى أنت مجرد ما بترسم المتباينات اللي كانت في الأصل معادلات وضللت حولتها إلى متباينات أو جت منطقة الحل منطقة الحل دي عبارة عن تقاطعات لها تقاطعات لمعادلات مضللة فهنا نقاط التقاطع في نظرية بتقول نقاط التقاطع دي في نقطة منهم بتعمل تعظيم لدالة الهدف وفي نقطة منهم بتعمل تصغير أو تقليل لدالة الهدف لو كانت دالة الهدف في أصل المسألة عبارة عن دالة ربح فأنت حتجيب النقطة اللي بتعظم ولو كانت دالة الهدف في الأصل دالة تكلفة يبقى أنت محتاج تعملها تصغير فهتوجد النقطة التي تصغر دالة الهدف دي الخطوات الحقيقة مختصرة حنمشي خطوة خطوة ونطبق ده مع بعض وعلى آخر المحاضرة حيبقى واضح لنا كيفية تطبيق هذه الخطوات بشكل عملي طيب فنبدأ كده يبقى أول نرجع تادي المسألة عشان نحتاجها دي دالة الهدف دالة سين بتساوي ستة سين واحد زائد عشر سين اثنين دي نهاية عظمة يبقى أن في آخر المسألة خالص حوجد النقطة اللي بتنقطة التقاطع اللي بتعظم دالة الهدف خلينا فاكرين ده طب عندي كم قيد هيكالي؟ عندي ثلاث قيود هيكلية وعندي قيدين عدم سلبية يعني عندي خمس قيود نظريا لكن الحقيقة آخر قيدين دول شهلين جدا دول حيحطولي قيد أننا فقط سوف يتم التضليل في الربع الموجب حوليكم إزاي؟ هنشوف ده معناه إيه لكن عندي كم قيد هيكالي؟ فيه ثلاثة فيه قيد سهل منهم اللي هو سين واحد أقل من أو سوى عشر وبعدين فيه قيدين بيعتمدوا على سين واحد وسين اثنين نبدأ الخطوة الأولى تحويل المتباينات إلى معادلات سواء كانت قيود الهيكلية أو عدم السلبية القيد الأول أنا هنا هشتغل الحقيقة على الخطوتين مع بعض هحول المتباينة إلى معادلة ثم سوف أوجد نقطتين لكل معادلة خلاص؟ سيبقى نشتغل الخطوة الأولى والتانية مع بعض أول قيد اللي هو كان سبعة سين واحد زائد ستة سين اثنين كان أقل من أو يساوي خلاص كده كان أقل من أو يساوي أربعة وتمانين فأنا حولت إلى معادلة فقط غيرت الإشارة بدل ما كانت متباينة خلتها تساوي بمعنى المعادلة هي التساوي بعدين هنجيب نقطتين حالاً دلوقتي أول نقطة هحط السين واحد بصفر هعوض في المعادلة دي بسين واحد بتساوي الصفر ولو عوضنا الحقيقة في المعادلة دي بسين واحد بصفر يبقى هنا أصبح عندي ده هيبقى بصفر يبقى ستة سين اثنين بتساوي أربعة وتمانين طبعاً سين اثنين هتساوي أربعة وتمانين على ستة يبقى سين اثنين بتساوي كام؟ بتساوي أربعة عشر يبقى أول نقطة هي سين واحد بصفر وسين اثنين بأربعة عشر لما عوضت في المعادلة الأولى بسين واحد بصفر نرجع تاني عشان نجيب النقطة التانية هنعوض بسين اثنين بصفر هنعوض في المعادلة بسين اثنين بصفر فهيبقى عندي ده بزيلو أو بصفر يبقى سبعة سين واحد بتساوي أربعة وتمانين على سبعة. لما اتعود كده اربعة وتمانين على سبعة حيديك اتناشر. يعني النقطة التانية سين واحد باثناشر وسين اتنين بصفر. يبقى انا عشان ارسم اول قيد في شكل معدلة اللي هو القيد ده. انا محتاج نقطتين. النقطة الاولى صفر واربعتاشر. يعني سين واحد بصفر وسين اتنين باربعتاشر. النقطة التانية سين واحد باثناشر وسين اتنين بصفر. جبتهم ازاي? بشكل مختصر. النقطة الاولى عوضت في المعادلة بسين واحد بتساوي صفر ومن خلالها اوجدت قيمة سين اتنين بتساوي اربعة عشر النقطة التانية عوضت في المعادلة بسين اتنين بتساوي صفر واوجدت نقطة السين واحد باتناشر يبقى لما تعوض بسين واحد بصفر سهل عليك تجيب قيمة سين اتنين والعكس لما تعوض سين اتنين بصفر سهل عليك تجيب قيمة سين واحد وهكذا يبقى ده مقترح للتبسيط لإيجاد نقطة اين لكن لو احد قال لي ايه طب لو انا عوضت الحقيقة بسين واحد مثلا بواحد هل في مشكلة لا فيش مشكلة اعوض بقيمة سين واحد بواحد واوجد قيمة سين اتنين وتبقى النقطة الاولى هي عبارة عن واحد سين واحد تبقى بقيمتها واحد وسين اتنين القيمة اللي انت هتحصل عليها لما اتعوض هنا بسين واحد بواحد والعكس لو احد قال لي انا هعوض بقيمة سين اتنين باربعة ما فيش اي مشكلة هتعوض هنا سين اتنين باربعة تبقى النقطة التانية سين اتنين فيها باربعة وتعوض في المعادلة بقيمة سين اتنين بأربعة وتوجد قيمة سين واحد لكن الملاحظ ايه لما تعوض بقيمة سين واحد بصفر هتسهل عليك الحسابات ولما تعوض بقيمة سين اتنين بصفر برضو هتعوض عليك ايه هتسهل عليك الحسابات تسهل التعويض وتسهل ايه الحسابات ده السبب من اننا دايما في الرياضيات في حل المعادلات والمتباينات بيانيا كنا دايما بنفضل ان احنا نعوض بقيمة سين واحد بصفر وسين اتنين بصفر ونوجد بقى القيم المقابلة لسين اتنين وسين واحد كل الشرح اللي انا عملته على القيد الاول هنطبقه بنفس الطريقة على القيد الثاني يعني القيد الاول كده خلص النقطتين بتوعنا اهم موجودين صفر واربعتاشر اتناشر وصفر عايز ابدأ دلوقتي اشتغل على القيد الثاني القيد الثاني الاول هنحوله الى معادلة هو كان في الاصل ايه كان اتنين سين واحد زائد اربعة سين اتنين اقل من او يساوي اربعين انا هحوله الى معادلة بشكل بسيط جدا حاول بيساوي اربعين وابدأ اشتغل عادي جدا هنا برضو بنفس الطريقة نضع قيمة سين واحد بصفر عوض بالمعادلة هنا بقيمة سين واحد بصفر حيديك سين اتنين بعشرة لانها تبقى اربعة سين اتنين بتساوي اربعين يبقى سين اتنين بتساوي اربعين على اربعة يبقى سين 2-10 يبقى أول نقطة 0-10 بنفس الطريقة نعوض بقيمة سين 2-0 في المعادلة يبقى 2 سين 1 بتساوي 40 يعني سين 1 بتساوي 40 يبقى سين 1-20 يبقى ثاني نقطة ستساوي 20-0 دول الحقيقة النقاط المطلوبة لرسم القيد الأول ولرسم القيد الثاني القيد الثالث لا يحتاج إلى نقاط لأن القيد الثالث كان سين 1 أقل من أو يساوي 10 فمجرد ما انت هتحوله الى معادلة يعني سين واحد بتساوي عشر يعني احترسم خط رأسي عند قيمة سين واحد بتساوي عشر على الرسم لو انا حطيت سين واحد على المحور السيني وسين اتنين على المحور الصادي لما اقول سين واحد بتساوي عشر كأنه حرسم خط رأسي عند قيمة سين واحد بتساوي عشر فانا لما يكون القيد فيه متغير قراري واحد سواء سين واحد او سين اتنين مش محتاج اي نقاط لرسمه يبقى القيد الأول محتاج لنقاط للرسم القيد الثاني محتاج نقاط للرسم أما القيد الثالث وقيود عدم السلبية لا تحتاج إلى نقاط لرسمها الحقيقة يبقى قيد الثالث سين واحد بتساوي عشرة قيود عدم السلبية سين واحد بتساوي صفر سين اتنين بتساوي صفر نلاحظ هنا نقطة عايز تكلم فيها ومش عايز عيدها التاني خالص خاصة بقيود عدم السلبية هو أصل قيود عدم السلبية ان شين واحد اكبر من او يشاوه صفر وشين اتنين اكبر من او يشاوه صفر الحقيقة قيود عدم السلبية بتضع على يقيد بان الرسم البياني كله سوف يكون في الربع الموجب على الرسم البياني قبل ما نبدأ الرسم البياني بس افكركم كده احنا اخدنا من الابتدائية ان الرسم البياني عبارة عن اربعة اربعة بتحط هنا قيمة سين وهنا قيمة صاد لكن هنا الحقيقة بتبقى قيمة سين موجبة وهنا قيمة سين سالبة وهنا قيمة صاد موجبة وهنا قيمة صاد سالبة صح كده لو بسط الرسم عبارة عن اربعة اربعة الربع الاول سين وصاد موجبة والربع الثاني سين سالبة وصاد موجبة والربع الثالث لاثنين القيم سالبة الربع الرابع والاخير قيمة سين موجبة وصاد سالبة لما تحطيلي قيد عدم السلبية سين واحد أكبر من أوساو صفر وسين اتنين أكبر من أوساو صفر وبإفتراض ان سين واحد على المحور السيني وسين اتنين على المحور الصادي كأنك بتقول لي سوف يكون الرسم البياني في الربع الأول فقط وهو الربع الموجب يبقى انت هنا قيود عدم السلبية هتخلي كل الرسم البياني محل الاهتمام في الربع الموجب وهو الربع الأول فقط بالنقطة دي مش عايزين نرجع لها تاني أول ما هتحل على طول بالحل البياني تبقى عامل حسابك أنه أي رسم هيظهر خارج الربع الأول ليس محل الاهتمام لأنه أصبح خارج قيود عدم السلبية يبقى الربع الأول هو الربع الوحيد في الرسم البياني الذي يحقق قيود عدم السلبية أنا حاولته إلى معادلات أشألك ده بالنسبة لي هو سين واحد وده سين اتنين ولما نيجي نظلل هناخد الربع ده فأنا دايما في الحل البياني مش ههتم بقيود عدم السلبية لإني بالمنطق وبشكل بسيط هحقق ده على طول مباشرة على الرسم البياني ههتم بي على الرسم البياني مباشرة بغير ما ضع له أي معادلات ولا تضليل للي دايما هشتغل فيه الربع الأول أو الربع الموجب على الرسم البياني ده نقطة مهمة جدا أنا عايز الناس تاخد بالها منها يعني طول ما هنحل بعد كده إن شاء الله أو أنت بتحل أصلا كده كده في المسائل سواء عندك بالذاكر أو في الامتحان أو غيره تهتم فقط بالرسم في الربع الأول تحقيقا لقيود عدم السلبية أو قيود لا سلبية يبقى أنا دلوقتي هنبدأ نشتغل على الثلاث قيود دول في قيدين هيحتاجوا مني رسم المعادلات وفي قيد فقط هيكون عبارة عن خط رأسي لكن هنهتم بالتضليل وحنقول لكم خديدة التضليل وريد أن نركز مع بعض أنا الأول بشتغل على المعادلات ثم تضليل تضليل المعادلات لتحويلها إلى متبينات فالخطوة الأولى والتانية اللي قدامنا خطوة الأولى تحويل المتبينات إلى معادلات تمت الخطوة التانية إيجاد نقطتين لكل معادلة رسمها تمت يبقى الخطوة التالتة دلوقتي رسم المعادلات والمتبينات بالتضليل لإيجاد منطقة الحل وده نقطة مهمة جدا عشان فيها الحقيقة وجهات نظر هنتكلم في وجهات النظر دلوقتي حالا طيب أول حاجة طبعا الرسم البياني بينجهزه بص معايا كده عشان تجهز الرسم البياني محتاج تعرف القيم اللي عندك أنا عندي دلوقتي كان يقاط سين واحد سين واحد في القيد الأول سين واحد في القيد الأول بتاخد القيمة صفر واثناشر صح كده وفي القيد الثاني بتاخد صفر وعشرين يبقى أنت لما تجي تعمل الرسم البياني مهم جدا بالنسبة لك على المحور السيني لو أحط سين واحد على المحور السيني مهم بالنسبة لك على المحور السيني بالذات في الربع الأول يكون متضمن القيم دي بدأ من الصفر وبيمشي بإيكوال ديستنس أو بيمشي بمسافات متسوية يعني كأنها مصطرة ولازم يظهر عند الرقم إيه عشرين عشان أعرف أظل أو أعرف أرسم القيد أو الخط الخط اللي بيسموه هنا بنسبة لنا القيد المعادلة يعني عشان نرسم خط المعادلة يجد القيمة عشرين عشان قلقى القيمة عشرين على الرسم البياني فريمحتاج أثبت المحور السيني أن يكون عليه القيم دي لازم يظهر عندي رقم اتناشر ورقم عشرين يعني نخلي أكبر قيمة تكون عشرين فأكثر يعني أنا أفضل التبع عشرين أو خمسة وعشرين أو هاولكم حالاً لوقتي أقصد إيه بكلامنا أما بالنسبة لسيني اتنين أعلى قيمة فيها كام أربعتاشر فلازم تظبط المحور الصادي أن يكون فيه الرقم أربعتاشر خلاص؟ ده مهم جداً اللي أنا بقوله أنك قبل ما ترسم بتبص على النقاط المعادلات المحددة عندك عشان تعرف ترسمها لازم تكون موجودة على الرسم وبالتالي ده اللي أنا عملته أول حاجة عملتها جهست الرسم البياني أهو الرسم البياني لما جهشته لاحظوا أن أنا عملت إيه؟ المحور السيني أنا عايز تظهر عند الرقم عشرين فأنا مشيت الرسم المحور خمسة خمسة يبدأ أنه صفر خلاص صفر وبعدين خمسة عشرة خمستاشر عشرين خمسة وعشرين ثلاثين مهم جداً بالنسبة لي يكون موجود يعني ما ينفعشي المحور السيني يكون آخر خمستاشر لا أنا عايز رقم عشرين فممكن توقف عندي عشرين أو خمسة وعشرين أو تلاتين أما المحور الصادي لو فاكرين كان أعلى رقم كام في سيني اتنين كان اربعتاشر فمهم جداً بالنسبة لي المحور الصادي يحوي على الرقم اربعتاشر أنا ماشي برضو خمسة خمسة فاربعتاشر ممكن تتقرب تبقى هنا تقريباً ده تقريباً ايه الرقم اربعتاشر يبقى بالنسبة لي القيم بتاعت سين واحد وسيني اتنين كده انا ضمنت انها موجودة على الرسم يعني دايما قبل ما تخطط الرسم البياني بص على قيم سين واحد وسين اتنين عشان يبقى رسمك مضبوط وحاول تبقى تقريبا دقيق في قضية الرسم الايه الرسم البياني طيب نبدأ دلوقتي نكمل نبدأ نحط القيود انا فكركم تالي بالقيود كلها اهي دي كانت القيود الايه القيود الهيكلية ودي قيود عدم السلبية انا حطتها قدامكم عشان نفتكر دلوقتي 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 وبعدين عملنا ايه هناخد دلوقتي خيط خيط انا الحقيقة اسهل قيد بالنسبالي هنا ممكن تحط الاول تتخلص الاول من قيود عدم السلبية انا بقولك انا هعمل كده بعد كده انه على طول مش لازم احط القيود دي خالص ان انا على طول هشتغل فين هشتغل فيه الربع الاول للتسهيل اهو فانا عملت ايه قلت خلاص عشان خاطر سين واحد اكبر من اوصاو الصفر فانا الجزء ده مش معايا انا بظلل الغير موجود معايا يبقى ده بالنسبة للتظليل ده معناها ايه كأن الجزء ده خالص انا انا بظلل عكس الاشارة يعني بظلل الجزء اللي مش معايا وهنا فيه وجهة نظر مهمة جدا هل يتم التظليل على حسب الاشارة ام عكس الاشارة الاتنين صح لو ظللت مع الاشارة فهتظلل هنا الربع الاول وتقول الربع الاول معايا خلينا كده النقطة دي نباردو نقولها تاني التظليل لما انت بترسم القيود الهيكلية وقيود عدم السلبية الاول كمعادلات ثم بتظلل عشان تحولها الى متبينات الفرق بين المعادلة والمتبينة المعادلة عبارة عن خط المعادلة الخطية عبارة عن خط على الرسم البياني اما المتبينة الخطية عبارة عن خط ومعها تظليل. التظليل بيكون مع الاشارة او عكس الاشارة على حسب انت عايز انت على حسب السهل عليك. انا بقول لكم في البرمجة الخطية في الحل البياني. الاسهل تظلل عكس الاشارة. بحيث منطقة الحل حتكون في الاخر هي المنطقة غير المضللة. طيب يا دكتور لو حد ظلل مع الاشارة غلط. يعني اظلل زي الاشارة. الاشارة اكبر مين? هضلل بنفس الطريقة. ناخد مثل لو هي اكبر لو عندي مثلا سين واحد اكبر من قيمة معينة يبقى فيه الجانب اليمين لا مش غلط عند الوقت اللي تاني اهو حوريكم الاتنين في حالة قيود عدم السلبية او قيود اللا سلبية انا بقول سين واحد ده قيمة سين واحد وده قيمة سين اتنين قيود عدم السلبية بتقول لي سين واحد اكبر من اوساوي السفر فين سين واحد اكبر من اوساوي السفر اللي هو الجوش ايه ده كله سين واحد اكبر من اوساوي السفر اللي هو الجوش ايه ده كله صلاح مش دي قيم سين واحد آسف آسف عشان بس ايه نزبطها فين قيم سين واحد الاكبر من الصفر ده الخط بتاع سين واحد سين واحد بدأ من سالب تلاتين سالب خمسة وعشرين سالب عشرين وهكذا الين الصفر الخط ده هو اللي بيحدد لي قيم سين واحد اكبر من اوسول الصفر فانا لو مشيت الجوش اليمين ده كله ده بيديني قيم سين واحد ايه أكبر من أوساو الصفر ده لو أنا بظلل مع الإشارة يبقى التضليل بالأحمر لو بظلل مع الإشارة فعيبقى ده التضليل الخاص بسين واحد تفقنا؟ والتضليل بالأزرق ده التضليل اللي عكس الإشارة بالمناسبة في الآخر اللي اتنين حيددوني نفس الحل طيب سين اتنين سين اتنين فين القيم الموجبة سين اتنين ده الخط نبتاح بتبدأ من سالب 15 خلاص كده سالب 15 سالب 10 سالب 5 صفر وتبدأ القيم موجبة يعني كأنني عايزة أقول ده التضليل بتاع سين اتنين أكبر من أوساو الصفر حسب الإشارة يبقى التضليل بالأحمر ده بيكون عندي إيه مع الإشارة والتضليل بالأزرق عكس الإشارة بصوا معاشا ما اللي أخبطكمش التضليل بالأزرق اللي بقول لي عكس الإشارة هتبقى كل المنطقة دي مظللة مع ده الربع الأول يبقى الربع الأول أبيض يبقى هو ده اللي بيحقق القيود عدم السلبية لو ظللت عكس الإشارة هتبقى منطقة الربع الأول منطقة بيضاء ولو ظللت مع الإشارة برضو هتظلل الربع الأول زي ما أنا نظلله بالأحمر أهو وهتبقى كله مظلل وباقي الأجزاء غير مظللة لكن للتسهيل لانشان برضو النقطة دي يعني ما نتكلمش في كتير للتسهيل هنظلل عكس الإشارة يعني الخيود العدم السلبية دلوقتي هتظلل كل الرسم البياني أهو خلينا نغير اللون نخليه بالأزرق نفس اللون يعني أهو هنظلل كل الرسم البياني معدى الربع الأول كأن الربع الأول ده هو ده اللي بيحدد قيود عدم السلبية لكن التظلل هنا ايه؟ عكس الإشارة يعني كأنني بظلل الجزء اللي مش بيحقق القيود مش العكس خلاص؟ طب ليه أنا بعمل كده؟ ليه بظلل عكس القيود؟ عشان المنطقة البيضاء تبقى واضحة بالنسبالي يبقى أنا مطلق لو عندي قيود كتيرة عمال بظلل خلاص؟ تبقى المنطقة الغير مظللة نهائي هي ده منطقة الحل بالنسبالي وحنرجع للنقطة دي بعد شوية تاني عشان أكد عليه خلاص؟ يبقى أنا دلوقتي أول قيدين رسمتهم هم قيود عدم السلبية اللي هو أوجد لي الربع الأول هو منطقة الحل وزي ما قلت لكم من شوية أنا أشرح الكلام ده بعد كده مش لازم تظل القيود عدم السلبية خلاص؟ انت عارف ان القيود عدم السلبية بتحقق الربع الأول أو الربع الأول هو اللي بيحقق قيود عدم السلبية فانت طول الوقت هتشتغل على الايه؟ على الربع الأول خلاص كده؟ يبقى مش لازم خالص ليك تبقى قيود عمال السلبية دايما هتشتغل على الربع الأول ومش محتاجة تعمل التضليل دي خالص وتسهل على نفسك خلاص دا وانت وبتحل يعني تبعي عارفنا بس انا كنت لازم اشرحها عشان تبعي عارف احنا ليه بنرسم فقط في الرابع الاول نكمل كده انا رسمت فقط القيود عدم السلبية الحقيقة اسهل قيد القيود الهيكلية كانوا ثلاثة القيود الهيكلية كانوا ثلاثة اسهل قيد فيهم اللي كان سين واحد اقل من اوشاوي عشر طيب الاول هنرسمه كمعدلة هسهل عليكم انا الاول كمعدلة سين واحد بتساوي عشر اهو ده الخط المستقيم ده سين واحد بتساوي عشر خلاص بعدين هو كان سين واحد اقل من اوشاوي العشر فين القيم كلها بتاعت سين واحد اقل من عشر ليه القيم دي ده اقل من اوشاوي ايه اقل من اوشاوي عشر لكن عشان احنا بنظل للعكس الاشارة يبقى الجزء اللي هو بتاع سين واحد اقل من اوشاوي عشر هنسيبه جزء ابيض ونظل للعكس الاشارة يبقى أنا هظل الجنب الايه؟ الجنب اليمين يبقى أنا كده بظل العكس الإشارة يبقى فين سين واحد أقل من أو سوا عشرة؟ اللي هو الجسد ده يعني الجسد الأبيض قدامك ده كل ده متظل خلاص يبقى كل الجسد ده ليس معي لا يحقق القيود التلاتة دول يبقى الجسد الأبيض ده بيحقق تلات قيود بيحقق الأول قيود عدم السلبية اللي هو الربع الأول كله وبعدين لما ضفتي قيد تاني اللي هو كانسين واحد أقل من أوسا وعشرة قلل لي المنطقة التي تحقق القيود أصبحت المنطقة البيضة دي فقط هي اللي بتحقق الثلاث قيود دول لسه هكمل قيدين كمان وبالتالي كلمة قيد أصلا كل ما تزود قيد كل ما طبيعي حتقلل في المنطقة المنطقة التي تحقق القيود لإني بيحصل قيد عليك وبالتالي منطقة الحل أنا كل ده بعمل إيه؟ عايز أوجد منطقة الحل فكل ما تزود قيد كل ما منطقة الحل تقل هتكون منطقة الحل الممكن في الآخر هي عبارة عن المنطقة المظللة أو غير المظللة من كل القيود لو أنت بتظلل عكس الإشارة تبقى المنطقة غير المظللة من كل القيود ولو أنت بتظلل مع الإشارة هتبقى منطقة الحل المظللة من كل القيود يبقى أنت لو بتظلل عكس يعني أنت بتظلل اللي مش محتاجه يبقى الجزء الأبيض في الآخر هو ده اللي بيحقق لك لإيه بيحقق القيود الوقت انا ضليلت كم قيد? تلاتة? بقى ايه لاتنين مهمين جدا. ودول اهم حاجة الحقيقة. ليه فيهم رسم? فيهم نقاط وعايزين نعمل تخاطعه. فننتقل الى كده احنا خلصنا دول. نبدأ نكمل. هبدأ بالقيد الاول. لو انتو فاكرينه. كان ايه القيد الاول? دول احنا كده خلصناهم. كان القيد الاول سبعة سين واحد زائد ستة سين اتنين. اقل من او ساوي اربعة وتمانين. القيد الثاني اتنين سين واحد زائد اربعة سين اتنين اقل من او ساوي عشر. عشان ترسم القيدين دول زي ما قلت لكم هنستعين بالنقاط اللي احنا جبناها. النقاط اللي احنا جبناها لكل معادلة. وبعدين نظلل عكس الايه? عكس الاشارة. وهنشوف في اكثر من طريقة للتضليل عكس الاشارة. لكن هديكم الاول طريقة سهلة. وبعدين نكمل نشوف ازاي نحق هذا. طيب. برضه فكركم القيد الاول احنا جبناها نقطتين اللي هما ايه? صفر واربعتاشر واثناشر وصفر. تعالوا كده نرسم القيد الاول اللي هو كان في شكل متبينة وحولناه الى معادلة. تعالوا نرسمه على الرسم. انا عايز اوجد من على الرسم ده النقطة الاولى اللي هي صفر واربعتاشر. يعني ايه صفر واربعتاشر? يعني سين واحد بصفر وسين اتنين باربعتاشر بالتقريب هتلاها تقريبا هنا. خلاص? بالتقريب تلاها ايه تقريبا هنا? ده صفر واربعتاشر. النقطة التانية فين? اتناشر وصفر. يعني شين واحد باتناشر. وشين اتنين بصفر يعني تقريبا هنا. وبعدين حنعمل خط مستقيم. بيعمل ايه? بيمر بالنقطتين طول. وبعدين حنشوف ازاي نظلل. حالا. ابيلكم النقاط بشكل اوضح. اهي. دي النقطة اه سفر واربعتاشر. وده النقطة اتناشر وصفر. واصبح القيد الملون بالاخضر ده. هو القيد اللي انا برسمه دلوقتي. يبقى اصبح هو ده القيد الاول. تم رسم القيد الاول. هنا نيجي لمرحلة التضليل. انا الحياة ظللتها صراحة اهو. انه هتبقى بالشكل ده. ده التضليل عكس الاشار عشان هي كانت اقل من او ساوي. فانا هضلل الجزء الغير مطلوب او الجزء الاكبر. يبقى اصبح الجزء الابيض ده. خلاص لو الشبه منحرف ده. ده هو منطقة الحل حتى الان من خلال القيود الاربعة دول. لسه بقى قيد اخير عشان ننهي عشان نحدد منطقة الحل لازم ناخد في الحسبان هذا القيد الاخير. لكن قبل ما انتقل للقيد الاخير واحد يقول لي طيب انت ليه ظللت كده? عشان الاشارة كانت في القيد اقل من او شاوي. يعني اللي بيحقق القيد المفروض الجزء لناحية الشمال. اما الجزء ناحية اليمين فده عكس القيد وانا بظل العكس عشان عايزة منطقة الحل او المنطقة التي تحقق كل 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 القيود هي تكون منطقة الايه? المنطقة البيضاء. خلاص كده? واحد يقول لي طب ازاي اتأكد? ازاي اتأكد ان انا مثلا في قيد معين انا مش عارف هل اظل لناحية اليمين ولا الشمال? بشكل بسيط جدا. ده القيد بتاعك صح? ده القيد. لو عايز تظل العكس او عكس الاشارة خد اي نقطة من الجند ده يعني مثلا خد النقطة اللي هي اة خمستاشر وصفر لان نقطة دي. دي خمستاشر وصفر وعوض في المعادلة. شوف هتديك هل اقل من او سا واربعة وتمانين والا اكبر من وسا واربعة وتمانين. لو كانت النقطة لو انت عوضت بسين واحد بخمستاشر وسين اتنين بصفر يعني سبعة في خمستاشر. سبعة في خمستاشر بكام يا شباب? بخمسة وتسعين. هل خمسة وتسعين? لو انت عوضت بسين واحد بخمسة اشر. وسين اتنين بصفر. هل لو عوضت بدء بالنقطة دي اللي هي خمسة وتسعين? يعني سبعة في خمسة عشر بخمسة وتسعين لأ آسف بمية وخمسة. سبعة في خمسة عشر بمية وخمسة زائد صفر يعني يديك مية وخمسة. السؤال هل المية وخمسة اكبر من ولا أقل من الأربعة وثمانين طب هي أكبر من الأربعة وثمانين يعني المنطقة دي اللي فيها الخمسة عشر والصف دي عكس القيد لا تحقق القيد وبالتالي حنظل يعني لو أنت اشتبه عليك الأمر مش عارف تظل ناحية اليمين ولا الشمال خد أي نقطة من أي جانب وعوط في القيد وشوف هل بتحقق القيد ولا لو بتحققوا وانت بتظل العكس الإشارة يبقى حتظل في المنطقة الأخرى أنا خدت الخمسة عشر وصف عوط طلعت بمية وخمسة المية وخمسة دي لا تحقق القيد لأنها أكبر من اربعة وثمانين أنا عايز عايزها تكون أقل من أو يشاوي اربعة وثمانين يبقى خمستاشر والصفر دي في المنطقة اللي عكس القيد وأنا بظل العكس القيد يبقى دي منطقة التضليل بالنسبة لي في هذه الحالة خلاص؟ يبقى أنا بديك وسيلة إنه في الأغلب لو الإشارة أقل من أو يشاوي فالتضليل عكس حكون ناحية اليمين ولو الإشارة أكبر من أو يشاوي في الأغلب التضليل عكس الإشارة حكون ناحية الشمال لكن عايز أقول لك برضو ممكن تتأكد عندك أكثر من طريقة تتأكد كيفية التضليل لو سمحتوا محتاجين تدربوا نفسكم كويس قوي على الجزء التضليل عكس الإشارة ومع الإشارة أنا آخر المحاضرة حقول لكم أنا بحل بعكس الإشارة في التضليل لو سمحت في البيت حلها مع الإشارة حتجد في النهاية نفس الحل هنتكلم عن نقطة دي في آخر المحاضرة نكمل أنا آخر قيد بالنسبالي أصبح القيد ده اتنين سين واحد زي أربعة سين اتنين أقل من أو ساوى عربعين في نقطتين لرسم القيد ده عشان بمعادلة صفر وعشرة عشرين وصفر على الرسم كده لو حبيتها جيب صفر وعشرة فين صفر وعشرة صفر وعشرة يعني سين واحد بصفر وشين اتنين بعشرة اهو هيدا النقطة طيب والنقطة التانية عشرين وصفر اهي وهتشد خط طبعا ايه يريد يكون خط مستقيم والظلل أنا بقول لكم اهو لأنه لدينا نفس الإشارة فحتلق بالتقريب كده خد اي نقطة خد خمسة وعشرين وصفر عوض هنا هتلاقيها عكس القيد لا تحقق القيد يبقى التضليل بالنسبالك برضو في المنطقة دي يبقى أصبحت كل المناطق مظللة ما عدا الشكل اللي قدامك اللي هو ده ده أصبح الشكل اللي ايه غير المظلل اي ده اللي بيحقق كل القيود خلي بالك احنا هنا بنظلل عكس الإشارة فتبقى المنطقة البيضاء دي هي منطقة الحل اي هي المنطقة التي تحقق كل القيود الهيكلية وكل قيود عدم السلبية حابقا يليكم منطقة بشكل أفضل اهو نحد النقاط اهي وبعدين نشد الخط ويتم التضليل يبقى هي دي المنطقة بالنسبالي منطقة الحل احنا كده عملنا الخطوة رقم كامل خطوة رقم تلاتة خطوة رقم تلاتة رسم المعادلات والمتباينات من خلال التضليل وإيجاد منطقة التقاطع وحنسميها منطقة الحل يبقى أنا دلوقت يا شباب المنطقة اللي قدامنا دي المنطقة البيضاء حظل التاني اهو اوضح لكم التضليل كل ده مظلل بعكس القيود اي ان كل هذه المناطق المظلل اكلمة عكس القيود اي المناطق التي لا تحقق القيود ودايما زي ما قلت لكم بسبب قيود عدم الشلبية دايما منطقة الحل بالنسبالك هتبقى في الربع الاول لو حصل وانت وبتحل ظللت اي منطقة حل في الربع الثاني او الثالث او الرابع اعرف ان عندك خطأ لان قيود عدم السلبية هتلزمني اني اكون فين في الربع الاول يبقى منطقة الحل هي المنطقة المحصورة بين هذه النقاط ودي بنسميها نقاط التقاطع لمنطقة الحل الممكن نقاط التقاطع دي خلاص الكورنر بوينتز يعني ايوي ان كانت الترجمة بتاعتها فدي منطقة الحل بالنسبالي كم مقطة خمس نقاط قبل ما كمل في نظرية مثبتة خلاص بتوع البرمجة الرياضية والخطية اثبتوا بانه في حالة الحل البياني هذه النقاط بها نقطة تعظم دالة الهدف وبها نقطة اخرى تصغر او تقلل دالة الهدف يعني انت المنطقة كلها البيضة دي منطقة حل يعني كلها بتحقق القيود بس انت هدفك ايه انت هدفك تعظم في المثال بتاعنا هدفنا نعظم دالة الهدف في ظل تحقيق القيود عشان تعظم دالة الهدف او حتى تصغرها ما تبصش خالص على المنطقة البيضة بالقيمة الداخلية تاخدش اي قيمة جوه لا كل هامك يبقى على النقاط التقاطعات لانه رياضيا مثبت ليك انه نقاط التقاطعات دي وخلي بالك نقاط التقاطعات للمنطقة البيضاء في حالة التضليل عكس الاشارة يعني مثلا هنعمل بس كده ايه نوضف كده الرسمة يعني مثلا النقطة دي اللي فيها تقاطع هنا دي مش تابعي النقطة دي مثلا دي مش تابعي ليه لانها منطقة في خارج منطقة الحل لانه نقطة نقطة التقاطع في خارج منطقة الحل النقطة دي اللي كانت عشرين وصفر مش معايا انا باخد النقاط على منطقة الحل اي نقاط تقاطع المنطقة التي تحقق كل القيود خلاص يبقى النقاط دي على منطقة الحل التي تحقق منطقة القيود وسمحوني أنا بعيد في الكلام أكثر من مرة لأن الموضوع بالنسبة لكم جديد طيب كده خلصنا آه خلصنا دي نقاط التقاطعات وكل حاجة تمام واحد حيسألني سؤال طب لو أنا كنت بظلل عكس الإشارة آسف إحنا بنظلل عكس الإشارة طب لو واحد كان بيظلل مع الإشارة مع الإشارة راح تلقى بالنسبة له هو المنطقة البيضة دي منطقة مظللة من كل القيود بس المشكلة لما هو بيظلل مع كل القيود ممكن يحصل لخبطها يعني هو عشان يعرف المنطقة المظللة من كل القيود المفروض يظلل كل قيود بلون عشان المنطقة المظللة بكل الألوان تبقى هي منطقة الحل بالنسبة له فأنا بساهل عليك بقولك لو أنت ظللت عكس الإشارة تبقى المنطقة البيضة اللي مفيش فيها ولا خط ولا تظليلة تبقى هي دي منطقة الحل بالنسبة له لكن لو بتظلل مع الإشارة ممكن تتلخبط الجوش إذا مثلاً أنت بتضلل كده مش هتبقى عارف هل هو مضلل معه ولا عكس هل فيه كل هل كل القيود مضلل آسف هل كل القيود مضللة في الجوش ده ولا لكن لما نقول خلي منطقة الحل تضليل بتاعك عكس الإشارة هتبقى منطقة الحل لمنطقة البيضاء التي ليس بها أي تضليل فيبقى سهل عليك تحديد نقاط تقاطع هذه المنطقة يبقى دلوقتي لما لقى كل مضلل لما لقى كل النقاط كل المناطق دي مضللة معادة نقطة منطقة واحدة ما فيش فيها أي تضليل سهل علي حددها أقول والله دين منطقة أهي طب فين التقاطعات ما بين القيود الهيكلية كلها المعادلات بتاعتك هتقول لي والله أول نقطة سهلة جداً أهي صفر وصفر اللي بعدها عشرة وصفر النقطة دي مش سهل لنحددها هقول لكم إزاي نحددها سريعاً هي سين واحد بعشرة خلاص سين واحد بعشرة لكن سين اتنين هحتاجي أن أنا عوض بسين واحد بعشرة فيه ده هنقول لكم حل زي تجيبها النقطة دي برضو تقاطع ما بين القيدين الاول والتاني ممكن نجيبها دي معروفة أو واضحة جداً صفر وعشرة آسف صفر وعشرة خلاص يبقى عندي صفر وصفر عشرة وصفر صفر وعشرة وفي نقطتين هنحاول نشوف ازاي نجيبه مع الرسم لو رسمك دقيق هتعرف تجيبه يعني مثلاً أنا بالنسبة لي على الرسم هنا اهو دي تقريباً النقطة دي تقريباً السين واحد واضح جداً انها عشرة سين اتنين ممكن تكون تقريباً اتنين وتلاتة من عشرة هنشوف ازاي نجيب قيمة سين اتنين دقيقة طب هنا هنا اظن ممكن تبقى ستة وسبعة تقريباً دي ستة وتقريباً دي سبعة لكن انا مش عايز تقريباً انا عايز اجابة دقيقة فحوريكم حالاً ازاي نجيب نقاط الحل خلاص حالاً كده معايا نركز مع بعض نشوف ازاي نجيب نقاط الحل يبن طلع كده النقاط ركز معايا انا حسمي النقطة النقطة دي الف وبه وجيم ودال واو النقطة الف اللي هي دي سهل جداً واضح انها بتساوي ايه سين واحد بعشرة وسين اتنين بصفر فحكتب كده النقطة الاولى الف عشرة وصفر المسميات دي من عندي يعني انت عايز تسمي زي ما انت عايز ممكن تبدأ من هنا الف به جيم دال وهكذا مفيش مشكلة خلاص النقطة الف بس عشان نبقى عارفين اللي بتكلم عنه النقطة النقطة دي هسميها الف تبع عشرة وسفر النقطة به النقطة به هنجيبها ازاي ركزوا معايا النقطة به واضح ان سين واحد بتساوي كام بتساوي عشرة يعني النقطة دي واضح ان سين واحد بتساوي عشرة خلاص كده طب سين اتنين هتساوي كام هو المنحنة ده آسف الخط ده الخط ده اللي هو بتقاطع مع النقطة دي تقاطع خطين خلي بالك بتخطي الاولان المستقيم سين واحد بتساوي عشرة عشان كده كتب سين واحد بتساوي عشرة على طول بتقاطع مع المعدلة الاولى المعدلة الاولى اللي كان فيها ايه اللي كان فيها عشرة وآسف النقطة التانية اللي كان فيها اتناشر وصف صفر واربعتاشر فده كان القيد بالنسبة لنا القيد ده صح القيد الاول يعني ده القيد الاول اللي كان بالنسبة لي لو انت جبت سين واحد هتلقاها بتساوي اتناشر سين واحد النقطة الاولى اتناشر وصفر والنقطة التانية صفر واربعتاشر خلاص طب ما تيجي كده نعوض في المعدلة يعني ده الخط المستقيم ده ده بتاع القيد الاولان اللي هو ده طب ما تيجي كده في القيد الاولاني ده عشان نجيب قيمة سين اتنين يبقى عوض في الخط المستقيم هذا بقيمة سين واحد بتساوي عشرة هيدي قيمة سين اتنين خلاص يعني سبعة في عشرة بسبعين يبقى ستة سين واحد بتساوي اربعتاشر. يعني سين اتنين بتساوي اربعتاشر على ستة. اربعتاشر على ستة. خلاص كده? طبعا اربعتاشر على ستة. عندك اتناشر على ستة باتنين. ويتبقى لك اتنين على الايه? على الستة. اتنين على الستة بتلتين. فتقريبا كام? اتنين وسبعة وستين. تقريبا. يبقى النقطة دي جبتها ازاي انا الاول واضح جدا سين واحد بتساوي عشرة رقم اتنين عندي الخط المستقيم ده لي معادلة ممكن عاوض بقيمة سين واحد بتساوي عشرة في هذه المعادلة ده المعادلة بتاعت الخط المستقيم البتخاطة مع سين واحد بتساوي عشرة سبعة سين واحد زائد ستة سين اتنين بتساوي اربعة وتمانين عاوض في هذه المعادلة بسين واحد بتساوي عشرة هيديك سبعة في عشرة بسبعين زائد ستة سين اتنين بتساوي اربعة وتمانين بالتعويد المباشر هتلقى سيني اتنين بتساوي اتنين وسبعة وستين يبقى النقطة به عبارة عن عشرة واثنين وسبعة وستين من مية طيب بنفس الطريقة النقطة جيم هنجيبها ازاي النقطة جيم دي النقطة جيم دي تقاطع معادلتين مين المعادلتين دول اللي هما التمين دول النقطة جيم تقاطع هاتين المعادلتين طيب حل المعادلتين دول عادي كأنك بتحل بالحرف والتعويد حل معادلتين في مجهولين المجهولين هما سين واحد وسين اتنين يعني المعادلة الاولى سبعة سين واحد زائد ستة سين اتنين بتساوي اربعة وتمانين المعادلة التانية اتنين سين واحد زائد اربعة سين اتنين بتساوي اربعين دول معادلتين في مجهولين لما تحلهم قيمة سين واحد وسين اتنين حيديك النقطة دي وانا بقولك بالتقريب على الرسمة عندي اهو تقريبا سين واحد بستة وسين اتنين تقريبا بسبعة فلو سمحت حل المعادلتين دول في مجهولين هتلقى سين واحد بستة وسين اتنين بسبعة وتبقى هادي قيمة النقطة جيم يبقى احنا جبنا النقطة الف جبنا النقطة به وجبنا النقطة جيم اي نقطة غير واضحة على الرسم عندك شوف هي تقاطع انهي معادلتين وحل المعادلتين مع بعض كمعادلتين في مجهولين وطلع قيمة المجهيل تبقى هادي النقطة اللي انت محتاجها من على الرسم دي قاعدة عامة طيب النقطة دال واضح جدا انها صفر وعشرة والنقطة واو واضح جدا انها نقطة في الاصل صفر وصفر يبقى احنا كده حصلنا على كل النقاط منطقة الحل نقاط التقاطعات حنسمها نقاط منطقة الحل وهذه النقاط الخمسة انا متأكد رياضيا ان فيهم نقطة هي اللي بتعظم دالة الهدف وفيهم نقطة هي اللي بتصغر دالة الهدف انت بتحدد هو ايه الهدف بتاعنا في الاول خالص كان يا شباب كان تعظيم دالة الهدف يبقى انا دلوقتي عايز النقطة اللي بتعمل تعظيم لدالة الهدف طب ده هيتم ازاي بشكل بسيط جدا هيتم ان احنا هنعوض بهذه النقاط في دالة الهدف طيب نعوض كده مع بعض نعمل جدول بسيط الجدول اهو هنحط فيه النقاط وبعدين قيمة النقاط الف قيمة عشرة وصفر ب عشرة واتنين سبعة وستين جيم ستة وسبعة دال سفر وعشرة واو سفر وصفر اكتب دالة الهدف عندك دال سين العمود الاخير دال سين بتساوي ستة سين واحد زائد عشرة سين اتنين دالة الهدف دالة الهدف وكانت ايه نهاية عظمة طب ما تيجي نعوض بقيم سين واحد وسين اتنين يعني الاحداثيات دي عبارة عن ايه عبارة عن سين واحد وسين اتنين وهنا في المعادلة في سين واحد وسين اتنين يعني عوض بكل هذه النقاط في دالة الهدف اول نقطة سين واحد بعشرة وسين اتنين بصفر عوض كده ستة في عشرة زائد عشرة في صفر حتساوي ستين يبقى دالت الهدف بساوي ستين للنقطة ألف بنفس الطريقة دالت الهدف للنقطة به حتساوي ستة وتمانين وسبعة من عشر إزاي جات من فين؟ ستة في قيمة سين واحد عشرة زائد عشرة في قيمة اتنين وسبعة وستين بالآلة أو بالتعويض المباشر حديك ستة وتمانين وسبعة من عشر ده قيمة دالت الهدف للنقطة به النقطة جيم سبعة وستة يعني ستة في ستة بستة وتلاتين زائد عشرة في سبعة بسبعين مجموحه بيديك مية وسبعة يبقى قيم الدالة الهدف عند النقطة جيم مية وسبعة النقطة دال صفر وعشرة يعني ستة في صفر بصفر زائد عشرة في عشرة بمية يبقى قيم الدالة الهدف عند النقطة دال بتساوي مية آخر نقطة صفر وصفر طبعا بالمنطق صفر وصفر هيبقى 6 في 0 زيادة 10 في 0 بيديك 0 هنا السؤال انت دالة الهدف في الاصل كانت ايه لو نهاية صغرى هتاخد النقطة اللي بتديك اصغر قيمة لدالة الهدف ولو نهاية عظمة هتاخد النقطة اللي بتديك اعلى قيمة لدالة الهدف والحقيقة احنا دالة الهدف بالنسبة لنا كانت نهاية عظمة يبقى النقطة اللي بتدي اعلى قيمة لدالة الهدف واضح جداً اللي هي 106 يبقى هنا الحل بالنسبة لي هو النقطة ستة وسبعة أي أن قيمة سين واحد بتساوي ستة وقيمة سين اتنين بتساوي سبعة دي القيم اللي بتعظم دالة الهدف مع تحقيق القيود الهيكلية القيود عدم السلبية يعني أنا خلص النقطة دي وارجع لأصل المسألة بقول لك معنى الكلام ده إيه يعني إيه الحل البياني طلع لي النقطة جيم هي ستة وسبعة هنشوف ده على الرسم ونشوف ده في نفس الوقت على أصل المسألة أو البرمجة الخطية بتاعتنا لكن كده أنهينا الحل بتاعنا أنه أصبح الحل الأمثل لهذه البرمجة الخطية هي النقطة جيم أي أن قيمة سين واحد بستة وسين اتنين بسبعة وتديني دالة الهدف بمية وسبعة قيمة دالة الهدف مية وسبعة لو كانت سين واحد عدد منتجات معينة وسين اتنين عدد منتجات معينة ودالة الهدف هي الربح يبقى سين واحد أفضل قيمة هي ستة وسين اتنين أفضل قيمة هي سبعة وأعلى قيمة لدالة الربح هتكون عندي مية وستة بناء على هذا يبقى أنا على الرسم البياني في منطقة الحل دي أفضل المنطقة دي بتحقق كل القيود يبقى هذه المنطقة تحقق كل القيود الهيكلية وعدم السلبية والنقطة جيم بتحقق كل القيود وفي نفس الوقت بتعظم دالة الهدف خلاص؟ يبقى لو كان أصل المسألة عايزين نجيم قيمة سين واحد وسين اتنين اللي بتحقق كل القيود الهيكلية وعدم السلبية وفي نفس الوقت هتعظم لدالة الهدف فهيبقى بناء على الرسم البياني ده النقطة جيم هي نقطة الحل الأمثل أي التي تحقق قيود عدم السلبية والهيكلية في نفس الوقت وتعظم دالة الهدف يبقى لو رجعنا لأصل المسألة وكده خلصنا الحل يبقى أنت مطالب منك أنك ده الحل البياني بتبدأ به زي ما قلت لكم أربع خطوات الخطوة الأولى تحويل المتباينات إلى معادلات رقم اثنين إيجاد نقطتين لكل معادلة رقم ثلاثة رسم المتباينات مع التضليل طبعا تضليل مع الإشارة أو عكس الإشارة كما ترى والأنسب أنا بنصحك دايما ظلل عكس الإشارة حتى تكون منطقة الحل الممكنة هي منطقة عدم التضليل المنطقة البيضاء ودائما هتكون في الربع الأول بسبب قيود عدم السلبية ثم إيجاد نقطات التقاطعات والتعويض في دالة الهدف وإيجاد النقطة التي تعظم إذا كان دالة الهدف دالة ربح ومطلوب من إذا كانت دالة الهدف نهاية عظمى وإيجاد النقطة التي تصغر أو تقلل إذا كانت دالة الهدف نهاية سعرة وبكده خلصنا الجزء الأول لحل البياني مطلوب مننا مزيد من التمرين يعني مثلا المسألة دي كانت عبارة عن إيه المسألة دي كانت عبارة عن نهاية عظمة هي دي النقطة دي المسألة أساسا كانت نهاية عظمة طيب لو كانت نهاية صغرى حيكون ده إزاي إن شاء الله هنحاول أساعدكم وأنزلكم يعني إيه المحاضرات الأخرى ممكن نكمل تمرين على الحل البياني ولكن هي دي الفكرة الحل البياني لازم تبقى فاهم النقاط والخطوات نفسها وتاخد بالك بين التضليل أهم نقطة في الحل البياني هي قصة التضليل وكيفية التضليل وكيفية إيجاد النقاط التقاطعات إن دايما بيحصل فيها أكثر من مشكلة التضليل عكس أو مع الإشارة وكذلك إيجاد نقاط الحل يبقى المسألة دي أصلا كانت مطلوب مننا إيجاد قيمة سين واحد و سين اثنين اللي بتعظم لي دالة الهدف دي وفي نفس الوقت بتحقق كل هذه القيود في نهاية الحل البياني أوجدنا بأن قيمة سين واحد بتساوي ستة و سين اثنين بتساوي سبعة لو أنت عواطف دالة الهدف تديك أكبر قيمة ولو عواطف كل هذه القيود لكل هذه القيود محققة يلا عواطف الخد الأول يدي قيمة أقل من أو ساوي 84 لو عواطف الخد الثاني يدي قيمة أقل من أو ساوي 40 السين واحد أقل من أو ساوي عشرة نعم لإن أنا سين واحد كحل أمثل مدهلك كام مدهلك ستة وكلهم أكبر من الصفر لين ستة وسبعة قيم موجبة يبقى هو هذا المعنى من المقصود من الحل البياني للبرمجة الخطية إن شاء الله هنكمل في المحاضرات القادمة جزء خاص بالحل البياني وهنبدأ إن شاء الله كذلك في الحل الجبري شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته